تسوية النزاعات والأزمات بطرق سلمية وتضافر الجهود للقضاء على الخطر الإرهابي المتصاعد هي أهم النقاط التي أشار لها الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبدالقادر مساهل عند افتتاح الجمعية العامة لمجموعة العمل المخصصة لتعزيز قدرات مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل التي ترأسها منصفة الجزائر وكندا والتي عرفت مشاركة حوالي ثلاثين بلدا ومنظمات دولية مساهل أكد أن الجزائر تدرك أن الخطر الإرهابي في تزايد لذا لازالت تسعى لتجفيف مناطق تموين الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والذي سيكون محور نقاش في الاجتماع القادم الخرف المقبل والمزمع عقاده بالجزائر بالنسبة للتموين الإرهاب سيكون لنا في الخرف المقبل الاجتماع في الجزائر وهو اجتماع في الجزائر لخبراء نناقشه في هذا الإطار يعني قضية تموين الإرهاب وسيطرح على الأمم المتحدة في الدورة المقبلة مساهل أضف أن استراتيجية الجزائر المتمثلة في تشجيع بروز حلول سياسية بواسطة التفاوض لن تتغير مؤكدا أنها الروح التي تحد العمل الذي تقوم به فيما يخص الأزمتين المالية والليبية والنتائج المحققة في الحالتين تشكل دافعا متينا للمضي قدما على هذا النهج الحلول سواء كانت في مالي والحمد لله في مالي قطعنا أشواط جد هبما أو بالنسبة ليبيا الحل يتم في الحل السياسي والحل هي هم المعنيين بالأمر سواء كانوا ماليين أو كانوا ليبيين ونحن كجزائر مساهل وندعم جهود الأمم المتحدة لحل سياسي وللخروج في أقرب الوقت بحكومة وطنية لقادرة حقيقة على مواجهة الأوضاع التي تعرفها ليبيا الشقيقة هذا وأضاف الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبدالقادر مساهل أن ما ألم بالشعبين التونسي واليمني الشقيقين من مأساة لدليل على حجم الجرائم التي باستطاعة هذه الجماعات ارتكابها